هنتكلم على إعلان الجهات الصحية في الصين الموافقة على أول لقاح مضاد لفيروس كورونا لكن بيتخذ عن طريق الاستنشاق ده يبقى أول لقاح في العالم من نوعه لمواجهة فيروس كورونا بعد موافقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية على اللقاح واللي تم الترخيص باستخدامه للاستخدام الطارئ أوضحت أن اللقاح ممكن تخزينه ونقله كمان التطعيم به بسهولة أكبر من اللقاح اللي بالحون وده لأنه بيستخدم من خلال البخاخات وده معناه أن الصين سبقت كثير من دول العالم مع سمرار العلماء في بلاد زي كوبا وكندا والولايات المتحدة بتجربة لقاحات كورونا القابلة للاستنشاق